دولة للنسان أنا مكلمة قدما نزلت قلهم فيه استراتيجية وطنانية لحكول الإنسان يقولي يعني إيه شوف إحنا للأسف الشديد لسنوات طويلة في مسألة حول الإنسان كان فيه تسييس لمسألة حول الإنسان ومنظمات الدولية حتى وقعت في هذا الخطأ أن سيست هذا الأمر بمعنى إيه سيست؟ بمعنى أن هي انحازت لجماعات مصنفة إرهابيا بالقانون وبالممارسات مجامعات تمارس العنف تحاول أن هي تقف ضد حقوق المرأة ضد حرية الرأي والتعبير ضد القضاء والعدلة النجزة ضد الإعلام وحريةه فأنت بتتكلم على جماعة للأسف الشديد نشرت ثقافتها 40 سنة كتير هذه الجماعة بالأفكار المتشددة والمتطرفة دي أنت بتواجه هي دي تحدي الرئيسي بتاعك التحدي اللي هو مبني عليه فكرة الوعي أن أنت يبقى عندك وعي بالحقوق ووعي أن الحقوق دي لا يجوز تسيسها أن أنت بتتعمل معها بشكل مجرد أن أنت بتسعى أن أنت يبقى عندك دولة القانون ودي المسألة الرئيسية في المسألة أن دولة القانون دي هي الأساس أنت من غير دولة القانون مش هيبقى عندك الحق في الحياة مش هيبقى عندك الحق في الصحة مش هيبقى عندك الحق في التنمية الحق في السكن كل الحقوق اللي احنا بنشوفها النهاردة بتحاول الدولة المصنفة تجري فيها وتحقق فيها إنجازات كل ده مش هتحقق بسبب هذه الثقافة اللي موجودة وبسبب انه هذه الجماعات تفضل بأفكارها موجودة فبالتالي انت الوعي هنا لما تبني عند الناس بحقوقهم تبني وتنشر في ثقافة حقوق الإنسان انه المرأة لها دور في المجتمع فيجب احترامها ان انت احترام زويل العاقة احترام القانون انه مسألة الديمقراطية مبنية على انه يبقى كل الاطراف المشاركة في العملية الديمقراطية مؤمنة فعلا بالديمقراطية مش وغداها سلمها عشان تسيطر على العمل السياسي او ان هي تحتكر هذا العمل السياسي فبالتالي انت لما بتحقق هذا الامر يبقى عندك مجتمع جديد يتناسب مع فكرة الجمهورية الجديدة اللي اطلاقها السيد الرئيس ان انت هنا بتكلم على الجمهورية الجديدة مش بس البنية الاساسية ولكن كمان ان انت بتقابل اشخاص مؤهلين ان هما يبقوا موجودين في العالم الاول اللي هي مصر مش يالو ان انت نهاردة امتلاك القدرات اللي موجودة فيها الدولة المصرية النجاح اللي انت بتحققه الاقتصادي ده بياخدك لمصاف الدول الكبيرة في العالم ان انت كمان تهتم بحقوق الانسان ويبقى عندك شعار انت بتطلقه ان انت عندك استراتيجية وعندك بنية اساسية تحتية لحقوق الانسان انت بتحترم الجميع حتى اللي موجودين فيه اماكن الاحتجازة انت بتحترمهم وبتحاول تملهم اشياء ادمية طول الوقت وتهتم بيهم وهنا انا بسني على اللي بتقوم بيه وزارة الدخلية في الحقيقة في ان هي قدرت انها تغير المشهد والصورة الزهنية اللي كانت موجودة بصورة زهنية مختلفة تماما دلوقتي فيها كثيرا من الدعم وفيها كثيرا من انه فيه فلسفة عقبية جديدة بتحصل مبنية على احترام الانسان ومحترام ادميته وانه يكون موجود في مكان ادمي بيتلقى يعني تغزية ادمية وانه يبقى كل الاماكن الاحتجازة مفتوحة للزيارات كان فيه زيارات من المجلس القومي حول انسان فيه تشكيله السابق وهنا انا بقسني على اللي كان بيقوم به وانه احنا بؤكد انه التشكيل الجديد بيبقى ماشي على نفس المسار اللي كان فيه المجلس السابق احنا بنكمل كلنا بعض في العمل الحقوقي واماكن احتجازة كانت مفتوحة للمجلس القومي حول انسان وللمؤسسات الدولية اللي طلبت